التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل يتزامن مع ارتباك سياسي لبناني وفشل في ضبط الحدود أمام الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله وفصائل أخرى وعلى صعيد متصل اجتمع زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله مع القيادي في حركة الجهاد زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لمتابعة الأحداث في قطاع غزة وكذلك المواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية ورغم التوتر المستمر ترفض جهات سياسية ورسمية لبنانية الانجرار إلى حرب مع إسرائيل في الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيسي الحكومة والبرلمان إلى الطلب من الجيش اللبناني الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية كذلك طالب جعجع بدعوة بقية المسلحين سواء أكانوا لبنانيين أم فلسطينيين إلى الانسحاب من المنطقة الجنوبية